انا عايز ارجع بس ان حجم العمل اللي اتعمل في القاهرة الوحده ودايما حفظه اقول هذا الرقم البنك الدولي كان ايل ان الخسائر اللي بيتكبدها الاقتصاد المصري في عام 2014 بسبب ازدحام المرور في القاهرة 8 مليار دولار سنويا وحيصل الى 18 مليار سنة 20-30 لو مصر ما عملتش حاجة ده كان الشكل اللي احنا كنا فيه في 2014 و2023 انا نحبيت بس يا فندم انا جبت سورة طريق قاهرة السويس الصحراوي في 2014 كان عامل ازداد والنهاردة بقينا ازداد مرة اخرى عشان تبقى دولة متقدمة واسمك دولة كمصف الدول لازم تبقى عندك هذه البنية الاساسية والشبكة دي مش رفاهية ولا طرف احنا النهاردة بنتكلم على 17 الف كيلو طرق سواء كانت انشاء جديد او رفع كفاءة وتطوير والرفع كفاءة وتطوير تقريبا لكننا بنعملهم من اول وجديد 17 الف كيلو عشان يبقى عندنا بلد ده شكل اللي بقيت شكل محاور الطرق اللي في مصر اللي احنا كلنا النهاردة خلت مصر النهاردة يبقى ترتبها الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الاساسية اهم مشروع منهم ومن اهم من مشروعات شبكة الطرق والمحاور اللي على النيل محاور التنمية اللي بتربقت الشرق بالغرب واللي النهاردة اتحط 34 محور عن نيل 25 منهم النهاردة سواء خلص او بنخلصهم وان شاء الله سنكمل الباقي في السنتين ثلاثة الجايين كل ده عشان نصل الى فكرة اني عندي ربط كل 25 كيلو على نهر النيل ما بين نقطة الى نقطة ما نبقاش بنتحرك 100 كيلو لفوق عشان ناخد كبري وارجع انزل الميت كيلو تاني تحت كل ده بنتكلم على دولة حقيقية بتتبني بنتكلم على شبكة اطرات وكلنا كنا عارفين ما يعاني هذا المرفق الهام جدا فكل لازم نضخ فيه استثمارات عشان نبني قطارات حقيقية ويبقى عندي خدمة محترمة بنقل جماعي ومش نقل جماعي للركاب نقل جماعي للبضايع كمان لو انا بتكلم على خدمات اساسية ولوجستية للدولة زي ما حنتكلم بعد كده ده بقى شكل محطتنا عشان تبقى على توليق بالمواطن المصري اللي بقى موجود ادخلنا منظومات جديدة احنا كنا يمكن عندنا في مترو الانفاء فقط خطين وبدأنا في الخط التالت النهاردة الخط التالت بيكتمل ومعه الخط الرابع لكن ادخلنا القطر الكهرباء الخفيف المونوريل القطر الكهرباء السريع اللي بيشتغل النهاردة وبيخدم الفكرة الاقليمية مش على قد مصر بس زي ما حنتكلم ولكن معاها شبكة اوتوبيسات متطورة سواء اوتوبيسات كهرباء او غاز او خلافهم نيجي للمدن واسمحوا لي دي بردو خريطة المخطط وقال ان لازم نبني ولا بديل لمصر غير انشاء مدن جديدة عشان تستوع بالزيادة السكانية الكبيرة اللي حتبق موجودة وحدد اماكن هذه المدن واللي بنان عليها بدأنا انشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة او ما نطلق عليه المدن الزكاية وكل مدينة كان لها هدف جوه المخطط ازاي عمر السحل الشمالي ازاي عمر الدلتا ازاي عمر السعيد ازاي عمر البحر الاحمر كل واحدة لها رؤية ومخطط النهاردة المخطط ان يبقى عندنا تمانية وتلاتين مدينة زكاية طب احنا عملنا منهم او شغالين في كم منهم اربعة وعشرين مخطط دلغاية عشرين خمسين لكن احنا النهاردة اربعة وعشرين مدينة شغالين ومتبكة اربعة عشر ان شاء الله نبدأ نشتغل عليه دي نمازج هذه المدن وحضراتكم سيادة الرئيس شرفنا بافتتاحها سواء المنصورة الجلالة مدينة اسوان الجديدة اللي بتعتبر يعني للصعيد ايضا درة تاج للصعيد والعاصمة الادارية الجديدة اشتركوا في القناة